اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعدين نختار واحدة من الثلاث كروت هذي الي هيسمونها scoring cards نختارهم ώنحطهم في منطقة اللاعب بهذا الشكل وناخذ كرت نبدأ في اللعب نحط تاخدive في منطقة اللعب و بعدين على حسب عدد اللعبين اللعب الأول راح يسحب ثلاث كروت كل اللاعب ثاني بعدها راح يسحب كرت واحد ونبدأ اللاب حالياً سألعب من قبل شخص واحد سألعبها سولو وسألعبكم طريقة اللاب سأسحب ثلاث كروت ونبدأ اللاب دعنا نبدأ الحين بعملية تشرح الهدف من اللاب الكروت السكور سنرى عليها أرقام لو جمعنا هذه الأرقام 13 x 18 31 x 49 40 40 نقطة هذه هي عدد النقاط اللي لازم نحصل عليها خلال عملية بناء المدينة علشان نفوز باللاب نجيب اللي هي 40 أو أعلى والحين بالنسبة لطريقة اللاب في دور كل لاعب سيختار كرت من الكروت اللي بيدا ويقوم بيحطها على المدينة اللي موجودة عندها من قبل طريقة وضع الكرت أو بناءها سيكون بالشكل التالي يا أني أحطها بحيث أنها تكون مجاورة بهذا الشكل أو أني حتى أغطي جزء من مدينة أنا قمت بناها من السابة السابق بس ما أقدر أحطها تحت لازم تكون فوق المدينة ممكن يكون بهذا الشكل أغطيها بهذا الشكل ممكن أغطيها بهذا الشكل بس ما أقدر أحطها بهذا الشكل أو أني أحطها بهذا الشكل الآن قبل لا أشرح على أي أساس أنا راح أبني المدينة اللي عندي ودي أتكلم عن تكوين كل كرت من الكروت اللي بيدنا راح نشوف أنه كل كرت مقسم إلى أربع مناطق أو أربع مربعات كل مربع راح يكون بلون الألوان هذي تميز نوعية هذا المربع فمثلا المربعات الخضرة هذه المناطق اللي هي الحدائق عندنا المربعات الرصاصية المناطق الصناعية المربعات الزرقة المناطق تجارية والمربعات البرتغالية هذه اللي هي المناطق السكنية الحين نقاطنا شو راح نجمع في نهاية لابا الكروت هذه أول شي راح نمشي على كل كرت مثلا هذا الكرت يقول لي ثلاث نقاط لكل خط يعني حتى لو مو شرط نقرأ راح نشوف الرسومات توضح الشيء هذا مثلا لكل شارع ممتد من حديقة إلى حديقة ثانية على كل شارع ممتد بهذه الطريقة راح أخذ ثلاث نقاط في هذا المثال يقول لي راح أحسب عدد المربعات بالطول مع زائد عدد المربعات بالأرض فمثلا المربعات اللي هي هذه راح أحسب مثلا عندي أطول عمود وأطول عرض راح أخذه مجمع عدد المربعات اللي فيهم هذا راح يحطيني الشكر على هذا الكرت بالنسبة لهذا راح يقول لي المناطق الرصاصية لكل منطقة رصاصية متجاورة مع منطقة ثانية رصاصية بالزوايا مثل ما احنا شايفين هنا راح أخذ نقطة عليها مثل هذه مو مجاورة لهذه بزاوية فما أخذ عليها لازم تكون متجاورة بزاوية فهذه نقطة وهذه نقطة راح يسير في نهاية اللعبة كذلك في سكور عام ما راح يتغير معانا من لعبة اللعبة مثل ما قلنا ان هذي راح نختارن في بداية كل لعبة فرح يتغيروا معانا السكور بالنسبة للكرتها الثلاثة ولكن السكور عام وهو نفسه من اللعبة اللعبة ورح نأخذ المثال الموجود عندنا في الكتاب مال اللعبة هنا راح تلاحظ انه هو قام ببناء المدينة في نهاية اللعب راح وشاف كل نوع من المربعات اكبر تجمع لكل نوع من المربعات فمثلا الاخضر عندنا اربعة لكل مربع في هذا تجمع راح يأخذ نقطة فراح يأخذ اربع نقاط من هذا راح نشوف البرتغالي مثلا في منهم ثلاثة اكبر تجمع لها فراح يأخذ نقطتين ثلاثة الرصاصي نفس الشي نقطتين فراح يأخذ نقطتين الازرق تجمعين راح يأخذ نقطتين عليهم كذلك راح ينقص على كل طريق موجود عنده راح ينقص نقطة واحدة مثلا راح نشوف هذا طريق واحد لانه متواصل فراح يأخذ عليه مينس واحد في عندنا هني طريق هذا الحالة راح يأخذ عليه مينس واحد في هذا الطريج الثالث سيأخذ على A-1 كل الطريج الحالة مثل هذا الطريج من هنا إلى هنا هذا الحالة سيأخذ على A-1 فهذا سكور عام في كل لعبة سنأخذ نجمع ونطرح النقاط من هذا السكور بعدين نجمعهم على الكروت الثلاثة اللي عندنا يطلع لنا السكور النهاي والآن نبدأ مع عملية اللاب مثل ما قلنا عندنا هذه الأهداف نبي نحققها فمثلا نقول أول جزء من المدين راح أبنيه في هذا الشكل ليش أنا بنيتها في هذا الشكل عندي مثلا هذا اللي هم المنطبتين الصناعيتين راح يعطيني كل واحد على هذين لنقطة بداية كل دور بس أتأكد أن عندي ثلاثة كروت بيدي طبعا مكان هالكارت لازم أسحب كارت ثاني أو هذا صار عندي ثلاثة كروت بيدي والحين أبدأ أكمل عندي الهدف هذا يعطيني وقاط كبير ولكن صعب تحقيقة لأن الحدائق ما يمر فيها الطرق فالطريقة الوحيدة مثلا نقول لو حطيت الكارت بهذا الشكل هني بديت الطريق هذا من هذه الحديقة وراح أبدأ أكمل اللعب بحيث أحاول أنهي هذا الطريق لحديقة ثانية الحين لو حطيت هذا الكارت بهذا الشكل راح أشوف أني وصلت الحديقتين هذين لبعض فبالتالي أنا حققت الهدف هذا مرة واحدة ففي نهاية اللابة أستحق عليها ثلاث نقاط كذلك لو حطيت هذا الكارت بهذا المكان بسحب الكارت ولو قلنا هذا الكارت حطيناه بهذا المكان بالتالي أنا وصلت كذا حديقة ببعض فهذه الحديقتين وصلتهم هذه الحديقتين وصلتهم وهذه الحديقتين وصلتهم الحين أنا ركزت على هذا اللي يعطي نقاط كبيرة ولكن في نفس الوقت لازم أحاول أخذ نقاط من كروث الثانية مثل ما قلنا هذا أحتاج أن يسوي عرض كبير في طول كبير لأنه سيعطيني عدد نقاط في نهاية اللابة على حسب المربعات الموجودة في كل عرض في أكبر عرض عندي ونفس الشيء في كل طول وهذه مثل ما قلنا منطقتين صناعيتين متجاوريتين بالزوايا مثلا خلنا نشتغل على هذا ونحط كرت بهذا الشكل في نفس الوقت نبي نحرص من أننا ما نكثر عدد الطرق اللي موجود عندنا لأننا قلنا كل طريق في نهاية اللعبة رح ينقصني نقطة في نهاية اللعبة فلو قدرنا نخليها متواصلة كل طريق متواصل هذا رح يقلل علينا عدد الطرق اللي موجودة في نهاية اللعبة وراح أظل ألعب الكروت اللي بيدي لحد ما تنتهي جميع الكروت اللي موجودة في اللعبة احنا حطينا بلنا اللعبة فيها 18 كرت حطينا في البداية ثلاث كروت فراح ألعب 15 كرت في المنطقة عندي أحاول أحقب فيهم الأهداق بشكل سريع بس أسرح لكم عملية السكور أنا وحطيت الكروت الباقي عندي بهذا الشكل فلحي نبدأ عملية حساب السكور رح ناخد السكور بعد هذه اللي عندنا ونسجل السكور المطلوب في هذا المكان فراح نقول إننا سكور المطلوب اللي هو 40 بالحين رح نبدأ نحسب كل منطقة والتجمع أكبر تجمع لها فمثلا رح نشوف البرتغالي عندنا أكبر تجمع في هذا المكان عبارة عن ثلاث مربعات رح أخذ عليهم ثلاث نقاط بعدين الأخضر نفس الشي عندنا هذا أكبر تجمع من ثلاث مربعات الرصاصي عندنا أكبر تجمع رح نشوفها في هذا المكان اثنين فراح ناخذ عليه نقطتين بعدين باقي عندنا الأزرق الأزرق أكبر تجمع نفس الشي من مربعين فراح ناخذ عليه نقطتين الحين بالنسبة لعدد الخطوط عندنا هذا طريج اثنين ثلاث أربع خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة هدعش اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر فناقص مع ربعة عشر الحين رح نحط لسكور اللي حققناه لكل من الأهداف الثلاثة اللي موجودة عندنا ونبدأ بالسكور اللي هو هذا البارك هوبين رح نحسب عندنا هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاث بعدين عندنا أربعة خمسة خمس مناطق في ثلاث نقاط هذا رح يعطينا خمستاعش نقطة الحين بالنسبة للهدف الثاني عندنا فرح نشوف أكبر عرض عندنا هذا أكبر عرض وبالنسبة الأكبر طول عندنا العمودين هذين اللي المتجاورين فرح ناخد واحد منهم طريقة حسابها كالتالي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر هداعش ناعش تتاعش أربع تاش خمستاعش ستاعش سبع تاش فرح ناخد منها سبع تاش نقطة الآن بالنسبة للهدف الثالث رح نشوف المناطق الصناعية اللي هي متجاورة بزوايا فعندنا هذا واحد هذا ثنين ثلاث أربع خمس ست هذي ست مناطق ستة في واحد ست نقاط وإذا جمعنا السكور رح نشوف أن السكور مالنا إذا جمعنا هذا الفوق طرحنا مثلا جمعنا هذا وطرحنا من الأربعة عشر رح أطينا ناس أربعة بعدين إذا جمعناهم كلهم رح يطينا توتا ثمانة ثلاثين ناقص أربعة أربعة وثلاثين طبعا أقل من المطلوب اللي هو الأربعين اللعبة صعبة موسهلة ولكن تحتاج تركيز وممكن أنك تفوز فيها لأنه يكفيس كذا مرة فيها والحين رح شرح لكم الكروت بشكل عام الكروت رح يقلبهم ورح شرح لكم كل كرت وشنو الأهداف هي سهلة ما هي صعبة الكروت رح نشوف بالألوان وبالرسومات رح تقدر تقرر شنو اللي هو الهدف المطلوب منك والحين نقوم بشرح باقي كروت لسكور كارت طبعا احنا شرحنا الثلاث هذين ونبدأ باللوبين لينز هذا طبعا اخذ مننا 14 نقطة ويقول لي رح اشوف كل الطرق المكتملة واخذ نقطة على كل مربع تمر يمر في هذا الطريق مثلا هذا الطريق يمر في واحد اثنين ثلاث اربع خم ست سبع ثمان تسع عشر داعش ناعد يمر في 12 مربع فرح احخذ اثناعش نقطة على هذا الطريق نشوف الكرت الثاني هذا هذا الكرت رح يعطيني 16 نقطة ويقول لي رح اخذ نقطتين على كل طريق يمر بمنطقة زرقة ومنطقة برتغالية نفس الشي شفت هذا الطريق يمر بمنطقة زرقة ومنطقة برتغالية فرح احخذ على كل طريق من هذين لنقطتين بالنسبة للسكور كارد الثالث هذا عندنا رح يعطيني هذا ثمن نقطة وفي هذه الحالة رح اشوف اكبر تجمع لي مربعات برتغالية عندي على الخريطة ورح اخذ نقطة على كل مربع اخضر مجاور لها وفي نفس الوقت رح اخذ نداحة انقص نقطتين لكل مربع رصاصي مجاور لها مع الاسكور كارد هذا التالي يعطيني خمس نقاط يضيف بعدين يقول لي نقطتين لكل منطقة رصاصية مجاورة فقط لمناطق زرقة او مناطق مربعات زرقة عفوا او مربعات رصاصية فرح اخذ عليها نقطتين بالنسبة للكارد هذا يعطيني خمسة عشر نقطة ويقول لي رح اخذ نقطتين على كل منطقة برتغالية مجاورة على الاقل لمنطقتين رصاصيتين او اكثر فهذه مجاورة لمنطقتين رصاصيتين رح اخذ عليها نقطتين بالنسبة لهذه اضيف لي ثلاث نقاط على الاسكور مالي وتقول لي اخذ نقطة لكل مربع اخضر عندي في المدينة في نفس الوقت رح انقص ثلاث نقاط لكل مربع رصاصي عندي في المدينة بالنسبة لهذه رح احسب انا كم مجموعة قدرت احقق بغض النظر عن اللون من مربعات متجاورة بهذا الشكل وعلى عدد المجاميع اللي حققتها يا اني اخذ نقاط او انقص نقاط فمثلا لو حققت بس مجموعتين مثل ما قلنا بغض النظر عن اللون رح انقص مانس اثنين ولكن لو حققت خمسة او زيادة رح اخذ سبع نقاط بالنسبة لهذا رح يعطيني 12 نقطة ويقول لي اشوف اطول طريق عندي في المدينة وحقق على كل جزئية تمر في مربعين نقطة فمثلا هذه الجزئية منها تمر في مربعين نقطة هذه الجزئية في مربعين ثانين نقطة ثانية وكالتالي بالنسبة لهذا رح يضيف الـ 11 نقطة ويقول لي اني رح اخذ نقطتين على كل منطقة زرقة ما بين منطقتين وبرتغاليتين نفس الشيء هذه المنطقة زرقة بين المنطقتين وبرتغاليتين بشرق انه في طريق يربط بينهم ثلاثتهم رح اخذ على كل مجموعة بهذا الشكل نقطتين هذا الآن يضيف لي 6 نقاط على المجموع الكلي للنقاط بعدين يقول لي رح أكبر مجموعة بارتغالية عندي وحسب عليها كل مربع نقطة ورح أنقص منها عدد المربعات الرصاصية اللي موجودة عندي نفس ما نشوفني 8 ناقص اثنين رح يعطيني 6 نقاط بالنسبة لهذا يضيف لي نقطة واحدة على المجموع الكلي طبعا انا ما شرحت الشغل هذه ولكن كل ما قل عدد النقاط هذا معناته ان الابتكتب هذا صعب للتحقيق فمثلا رح يقول لي هني رح اخذ نقطة على كل طريق ما ينتهي في او على اطراف المدينة مثلا هذا وهذا ينتهي الطريق داخل المدينة على عكس هذه الطريق الثانية الثلاثة كل واحد فيهم رح نشوف انه ينتهي على طرف المدينة فهذي اللي رح ينقصوني واحد على عكس هذي اللي رح يزيدوني نقطة واحدة الحين مع هذا يقول لي هذا رح يعطيني نقطتين لكل مربع ينتهي على كورنر زاوية من زوايا المدينة ونقطة لكل مربع ازرق جهة واحدة مننا على الاقل تنتهي على طرف المدينة مثلا هذا بالزاوية وهذا بالزاوية نقطتين على كل واحد اما هذا رح يعطيني نقطة هذا ما يعطيني لان ما في لا جهة او اكثر من جهة تنتهي على طرف المدينة هذا يضيف لي سبع نقاط ويقول لي رح اقض نقطة على كل مربع اخضر موجود لداخلية المدينة اما اذا كان على اطراف المدينة فهذا رح ينقصني نقطتين لكل مربع اخضر موجود على اطرافها بالنسبة لهذا يضيف لي عشر نقاط ويقول لي اني اقدر اختار سطر واحد سواء عرضي او طولي وحسب عدد المربعات الزرق اللي فيه واخذ على كل مربع نقطة واحدة الكرتل اخير هذا اللي عندنا رح اضيف لي نقطتين وهذا رح اشوف كل سطر سواء بالطول او بالعرض وحسب اذا قدرت احقق بالضبط في ثلاث مربعات خضرة رح اخذ على كل سطر نقطة واحدة هذا مثلا رح اخذ عليه نقطة وهذا السطر رح اخذ عليه نقطة ولكن هذا السطر فيه مربع واحد اخضر ما اخذ عليه شي اذا فيه سطر نهائيا ما فيه اي مربع اخضر رح اخذ عليه ماينس واحد سواء بالطول او بالعرض ما هذا يكون انتهينا من شرح اللعبة ولكن فيه نقطة اخيرة انا ما تطررت لها اللي هي عملية اللعب من اكثر من شخص واحد انا شرحت اللعبة على اساس اني انا شخص واحد قاعد العبها لعبتها سولو وراوتكم طريقة اللعب لو قاعد نلعب اكثر من شخص اللي رح يصير قلنا اللاعب الاول ياخذ ثلاث كروت وكل اللاعب ثاني ياخذ له كرت واحد نقول ان احنا قاعد نلعب ثلاثة اشخاص يقوم اللاعب الاول لما يختار الكرت اللي يلعبه يلعبه بالشكل اللي المطلوب ويعطي الكرتين الباقين اللي بيده لللاعب اللي وراه ويسحب كرت واحد بيده يروح الدور حق اللاعب اللي بعده اللاعب اللي بعده راح يسوي نفس الشي يختار كرت يلعبه بالسلوب اللي يشوفه مناسب لعملية السكور ويعطي الكروت اللي باقية لللاعب اللي وراه ويسحب كرت ونظل نكمل لحد ما تنتهي جميع الكروت اللي عندي والعب جميع الكروت اللي موجودة بأياد اللعبين وبهذا يكون انتهينا من شرح اللعبة واتمنى ان الشرح حاز على عجابكم